السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والبداية كما عودناكم من والبداية من عودة الرئيس هادي إلى عدن حيث علق موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية واصفنا الزيارة بأنها تأتي وسط ظروف مختلفة على الصعيد السياسي في عملية المشاورات مع ميليشي الحوثي والمخلوع الذين يشكلان الطرف الآخر في المباحثات التي رعتها الأمم المتحدة لثلاث مرات متتالية وتبدو الزيارة هذه المرة بالغة الأهمية بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذت أو اتخذت سابقا على الصعيد العسكري وتتزامن مع تقدم الميداني للجيش والمقاومة في محافظة تعز وهي الوجهة التي كانت معنية بالزيارة السابقة إلى حد كبير ويقول الموقع أن العديد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تدخل العاجل بانتظار الرئيس هادي خصوصا الوضع القتالي في محافظة تعز وتطبيع الأوضاع الداخلية في مدينة عدن وتدلل الشخصيات التي رافقت هادي على أن الزيارة الرئاسية ستركز على هاتين النقطتين بدرجة أساسية ويتابع الموقع بوست تعد عدن هي المحافظة الثالثة التي يزورها الرئيس هادي منذ خروجه من العاصمة صنعاء متجاوزا ظروف الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه ميليشي الحوثي أواخر عام 2014 إلى موقع يمن منتر فقد عنونا حول زيارة هادي وقال في صفحته الرئيسية هادي في عدن يرفع آمال الحسم العسكري وهروبا من الضغوط الدولية وقال الموقع عدا الرئيس عبد الربو منصور هادي إلى محافظة عدن في زيارة لم يعرف بعد مدتها وإن كانت دائمة أو لا لكنها الزيارة الأولى في ظل تحشيد عسكري مستمر وتوتر بعلاقة حكومته مع الأمم المتحدة على خلفية خارطة الطريق ويعلق الموقع بينما كانت طائرة هادي تحط في مطار عدن الدولي كانت طائرة إسماعيل لدي الشيخ أحمد مبعوث الأمينة العام للأمم المتحدة تحط في الرياض للقاء مسؤولين يمنيين بالتأكيد لن يكون من بينهم هادي ولا وزير خارجيته عبد الملك المخلافي الذي يرأس أيضا وفد الحكومة للمشاورات ويقول الموقع إنه إذا عاد الرئيس هادي من عدن إلى الرياض قبل تحرير تعز وتحقيق تقدم في السواحل الغربية للبلاد إلى جانب محافظة صعدة فسيصاب أنصار الحكومة بخيبة أمل كبيرة وجديدة هذا الشعور وفق الموقع إذا حدث لا يعتقد أن يتم تجبيره بوعود جديدة بالتحرير كما أن ذلك سيعزز من قوة الحوثيين في الحرب الإعلامية والسياسية التي يتم خوضها ضد هادي وحكومته باعتبارهم حكومة منفى موقع صهاريج نيوز تناول عودة الرئيس من ناحية أخرى ونقل عن مصادر أو مصدر حكومي قوله إن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوثة الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي وصل العاصمة السعودية الرياض إمكانية مقابلة الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن وقال المصدر المقرر أن يستلم المبعوثة الأممي ولد الشيخ رؤية الحكومة لإنهاء الأزمة في اليمن تتضمن تطبيقا عمليا للقرار الأممي 2216 والتي كلف ولد الشيخ بتنفيذه بناء على توصيات الأمم المتحدة حول إنهاء النزاع في اليمن الحرب على تعز أتحدى أن تجدوا إجابة شافية لتساؤلاته لماذا تقاتلون في تعز؟ هكذا يتساءل وزير الثقافة الأسبق خالد الروشع لن تجدوا جوابا يمكن أن يقنع يمنيا واحدا لماذا تقتلون تعز؟ ولماذا تجمعون لها شراذم الجهل وبهائم الغباء؟ لماذا؟ ثمت إجابة واحدة ووحيدة تخشون تعز لذلك تبركون على عنقها وتخشون اليمن أن ينهض وراءها تحقدون مثل أفعى وتكرهون مثل ضبع تضربون تعز كي تستمر الحرب وحتى تحرق اليمن كله وهذا ما يحدث بالفعل لماذا تقتلون في تعز؟ العالم كله يسأل اسألوا شراذمكم وطباعكم العرجاء لماذا نزلتم تعز؟ لن يجيبكم أحد تضربون مدينة يمنية آهلة بالسكان وتزعمون أنكم يمنيون موقع المصدر أولاين أورد العديد من عنوين في صفحته الرئيسية وقال مسؤول عسكري إيراني إن بلاده تطمح إلى إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في اليمن وعنوان من تعز مقتل امرأتين بين إيران الحوثيين في محافظة تعز ومعارك مستمرة شرقية المدينة ومن محافظة إب مقتل مشرف مشرف جماعة الحوثيين بمديرية السدة أثناء مشاركته بالمواجهات في تعز وموقع المشاهد نيوز أورد العديد من عنوينه في صفحته الرئيسية منها حوثيون يحاصرون محكمة بصنعاء ويعتدون على قضاهم وقال الموقع أقدم مسلحون موالون لجماعة الحوثي وصالح على محاصرة واقتحام محكمة همدان وقاموا بإطلاق النار ما أدى لإصابة أحد حراس المحكمة في محاولة منهم لإطلاق صراح سجنا محتجزين على خلفية قضية قتل وأكدت مصادر قبائية في صنعاء للمشاهد أن المسلحين اقتحموا المحكمة وأطلقوا الرصاص الحي بهدف إخراج اثنين من المدعين في مبنى المحكمة ويتابع الموقع هذه هي الحادثة الثانية التي تتعرض لها ذات المحكمة خلال أقل من أسبوعين بعد قيام مسلحين بقيادة مشرف الحوثيين في وادي ظهر منتصف الشهر الحالي بمحاصرة المحكمة واقتحامها والاعتداء على وكيل النيابة فيها لإرغامه على الإفراج عن أحد السجناء الموقوفي عن عودة الرئيس هادي إلى عدن كتب البرلماني عيدروس النقيب مقاله الذي فسر فيه بعضا مما يحدث يقول الكثير من المتابعين إن عودة الرئيس هادي إلى عدن كانت من أجل المتابعة عن كثب لمجريات العمليات العسكرية في جبهات المواجهة ويعرف الجميع أن رئيس الجمهورية لن يذهب إلى الجبهة ليقاتل الإنقلابيين رغم حداره المهني من فئة المقاتلين واشتراكه في العديد من المواجهات في مراحل مختلفة من عمر البلد لكن الأمر الطبيعي أن رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المشرف المباشر على كل العمليات العسكرية ويقين أن الرئيس هادي وباقترابه من مواقع المواجهات وإعادة توزيع القوى والقطاعات والمتابعة الدائمة لمجرى العمليات والكشف عن أسباب التلكئ والفشل الذي يجري هنا أو هناك من مناطق التماس يستطيع أن يضاعف من مستوى أداء المقاتلين وتغيير النتائج المنتظرة بالاتجاه الذي يجبر الطرف الآخر على الإذعان لصوت السلام واحترام دماء وأرواح المواطنين وفي مقدمتهم مناصره الذين يسوقهم إلى حتفهم كما تساق الأنعم إلى المسالخ لقد برهن الإنقلابيون أنهم لا يتفاوضون إلا عندما يتغير ميزان القوى على الأرض في غير صالحهم لكنهم لا يتفاوضون من أجل تحقيق السلام والصيهنة أرواح ودماء المواطنين بل للاستفادة من الوقت في إعادة تموضع قواتهم وفتح جبهات جديدة ولا أعتقد أن الرئيس هادي ومؤيديه يسيرون على نفس النهج لكن طالما أصر الإنقلابيون على أن لا تفاوض إلا في ظروف هزيمتهم فلتكون الهزيمة أعمق وأكبر وأشمل وهذا أمر موكل وليس بالمستحيل غير أن تحقيقها يتطلب شروطا كثيرة هي متوفرة لكن لا يتم التحاطي معها بالمستوى المطلوب والفعال موقع الاشتراك نت تابع خبر إفراج الميليشي عن أحد المختطفين لديها والذي تم اعتقاله تعسفا لمدة عام كامل وعنون الموقع الميليشيات تفرج عن نائب مدير بنك بعد قرابة عام من اختطافه بالحديدة وقال الموقع أفرجت ميليشيات صالح والحوثي عن نائب مدير عام بنك سبا الإسلامي بفرع محافظة الحديدة بعد قرابة عام على اختطافه وقالت مصادر مقربة منه للاشتراك نت أن الميليشيات أفرجت عن محمد سيف الشميري بعد قرابة العام من اختطافه من مكتبه وكانت الميليشيات اختطفت الشميري من مكتبه في الحديدة واقتادته إلى أحد سجونها الخاصة بالمحافظة ومن ثم نقلته إلى سجون خاصة تستخدمها لإحتجاز المختطفين في العاصمة صنعا ويتابع الموقع أكثر من 690 شخصا بينهم أطفال تواصل الميليشي اختطافهم في محافظة الحديدة وذلك ضمن سلسلة حملة الاختطافات التي تشنها على المواطنين بالمحافظة وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كوشك الصحافة ونتابع ما قالته الصحف العربية عن عودة هادي إلى عدن حيث عنونت العرب الجديد عن الزيارة هادي في عدن للإفلات من الضغوط الدولية وتقول الصحيفة إن العودة محاولة لتخفيف الضغوط الدولية عن الجانب الحكومي ومهدت سلسلة من الإجراءات الأمنية لعودة هادي إلى عدن بعد أن أقام شهورا طويلة في الرياض وقالت مصادر سياسية يمنية مقربة من الحكومة للعراب الجديد إن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي استعداد هادي للقائه في عدن للتباحث حول جهود استئناف مسار السلام مشيرة إلى أن مغادرته السعودية إلى بلاده في هذا التوقيت بالذات لها علاقة مباشرة بالجولة الجديدة لولد الشيخ أحمد في المنطقة حيث تسعى الحكومة لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها للقبول بخارطة الطريقة الأممية وهو الأمر الذي تطلب وجود الرئيس داخل البلاد وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي أعد ملاحظات شاملة حول خارطة الطريقة المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة بعد أن كانت الحكومة ترفض حتى استلامها في الأسابيع الماضية ومن محافظة مأرب عنونت صحيفة الخليج الإماراتية محافظ مأرب يدعو المبعوث الأممي لزيارة مخيمات النازحين والمهجرين قصرا وفي ذات الشأن مليون يمني نازح في محافظة مأرب جراء الانقلاب الحوثي ونوه محافظ مأرب سلطان العرادة أمام المشاركين في أعمال المؤتمر الأول للمرأة النازحة إلا أن العكاسة السلبية لهذا النزوح على المرأة والطفل من حيث شدة قساوته صحيا وتعليميا وغيرها من الجوانب الحيادية ودعى محافظ مأرب المبعوث الأممي إسماعيل الد الشيخ إلى زيارة المحافظات المحررة بالإطلاع على حجم المآسي في مخيمات النازحين والمهجرين قصرا من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية صحيفة الحياة اللندنية عنونت في إحدى صفحاتها وقالت إيران تدرس إقامة قواعد بحرية في سوريا واليمن وتقول الحياة أن رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري أعلن للمرة الأولى أن بلاده قد تحتاج إلى إقامة قواعد بحرية في سوريا واليمن معتبرا الأمر أكثر أهمية من الطاقة النووية لأنه يردع الأعداء وأشار باقري إلى أن حضورا فاعلا للبحرية الإيرانية في البحار والمحيطات حيث نفذت مهاما ضخمة في حماية الملاحة البحرية وأكد باقري ضرورة وجود أسطول بحري في بحر عمان وآخر في المحيط الهندي من أجل الحضور في البحار البعيدة وتصدي للقرصنة مضيفا إلى ذلك قولة نحتاج إلى قواعد بحرية في المناطق النائية خارج الحدود وعندما يأتي الوقت المناسب قد تصبح لدينا قواعد بحرية إما على جزر أو قواعد عائمة في السواحل اليمنية أو السورية جاءت أحداث الربيع العربي لتضع حدا لعقود من القهر الاجتماعي والاقتصادي والحريات الفكرية والعامة هذا ما أورده الكاتب سعيد يقطين في صحيفة القدس العربي متحدثا عن كثير عن ذلك بدل التوجه إلى حل آثار هذا الربيع عن طريق تشكيل حكومات وطنية تتصدى لمختلف المشاكل التي تراكمت خلال عقود رأينا المتخيل السياسي السائد يتوجه نحو الإرهاب ويعمل على محاربته وهنا سيظهر لنا بجلاء انهيار توقعات ما ستسفر عنه آثار هذه الأحداث وبما أن أمريكا الجمهورية هي التي أقامت الدنيا ولم تقعدها في خلق الإرهاب ومحاربته خلقت لها بذلك صورة مشوهة في العالم خاصة في العربي والإسلامي جاءت أمريكا أوباما للتكفير عن تاريخ تدخلها في القضايا الشائكة في العالم منذ انهيار جدار برلين عن طريق المصالحة مع إيران وكوبا وإغلاق جوانسانامو هذا الوضع استغلته روسيا لتدعم النظام السوري في حربه ضد شعبه ومعارضته باسم محاربة الإرهاب إلى هنا أمام مصطفافات متجددة تعود فيها العلاقات بين أمريكا وروسيا لتتخذ صورة جديدة مع وضد في الوقت نفسه وإن كان من نتائجها محاولة روسيا تبوء موقع هام في الصراع الدائر في شرق الأوسط تسترجع به تاريخ أمجادها السوفيتي وفي هذا السياق تم تغييب أوروبا التي ظلت ضلا لأمريكا في سياساتها على الإرهاب ولم تتخذ فرنسا الاشتراكية لها موقعا متطورا في الحرب على داعش إلى بعد الأحداث الدامية التي عرفتها ولكنها مع ذلك تظل تسير في فلك أمريكا وهو فرانسو فيون يستنصح قطابات دونالد ترامب كما كان توني بلير يفعل مع بوش وهو يتصدر الحرب على الإرهاب ويروم حصاد نتائج الانتخابات لفائدة اليمين الذي يعبر عن كراهيته للإسلام والأجنبي فهل يتكرر السيناريو أمريكا في فرنسا وتتأكد فكرة انهيار التوقعات والسقوط أفاق الانتظار إلى مجلة نيتشار والتي تابعت إحدى الموضوعات الهامة وقالت علماء يؤكدون هروب البشر إلى المريخ لن ينهي مشاكلهم وتقول المجلة أحبط علماء مختصون الآمال التي كانت معقودة على الهروب من كوكب الأرض إلى المريخ وقالوا إن هذا لن يؤدي إلى نهاية المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها البشر والتي يرى العلماء أن أسبابها نزاعات المصالح بين الدول ومصالح المستعمرين وشركات الممولة ونقلت مجلة نيتشار أن أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس تأكيده على وجود خطط طموحة لاستعمار المريخ عن طريق إنشاء مجموعة من الصواريخ الثقيلة وأسطول من آلاف السفن الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي من شأنها أن تحمل حتى نهاية القرن ما يقارب المليون إنسان إلى المريخ والهدف الرئيسي من هذه العملية حسب ماسك هو إنشاء مجتمع مستقل ومنفصل عن الأرض وهو ما سماه مدينة المليون على سطح المريخ والتي سيكون فيها كل ما هو ضروري للحياة بهدف تشكيل مجتمع كامل متكامل وفقاً للمجلة فسوف يكون من الصعب استعمار المريخ على الرغم من التطور السريع للتكنولوجيات لبناء قواعد خارج الأرض ونظم دعم لها بسبب استمرار تأثيرات العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد مجريات حياتنا على الأرض هناك أيضاً إلى صحيفة ديلي ميل والتي ورد في صفحتها الأخيرة الخبر الأكثر اطلاعاً قريباً رجال آليون يؤلفون القصص والروايات ويكتبون المقالات وتقول الصحيفة رغم أن القصص والروايات والأعمال الأدبية تتوقف على الإبداع وقدرة الإنسان على ابتكار أفكار جديدة ومن ثم سياغتها وكتابتها وهي أعمال لا يمكن حتى الآن على الأقل لأي آلة أو جهاز القيام بها وإنما يتوقف أمرها على الأشخاص الطبيعيين الفعليين فيما كشف خبير تيكلولوجي مؤخراً أن مؤلفي المستقبل سيكونون من الروبوتات أو الإنسان الآلي ونقلت جريدة ديلي ميل عن المؤلف والخبير التيكلولوجي روبين سيلون قوله إنها مسألة وقت فقط حتى يتمكن الذكاء الصناعي من ابتكار روبورت قادر على القيام بالمهام الكتابية بما في ذلك كتابة رسائلنا ألكترونية ووثائقنا وحتى كتابة الروايات والقصص في المستقبل رفيف شعوب تحت هذا العنوان كتب يوسف أبو لوز مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في جزء عن شعوب الأرض يحب الأفارقة الرقص والطبول والألوان إلى البعيد وفي طرف الأرض التي ينتهي عندها كوكب التراب والماء يحب الصينيون المراوح والأرز والفلسفة حوالي مليار ودصف المليار من البشر متشابهون في قارة أراد أهلها أن يحشروها في سور عظيم ولكن أحفاد كونوفوشيوس أكثر من نمل الأرض يحب الهنود القماش والموسيقى ليس كل ما هو غربي باردا أو استعماريا وليس كل ما هو غربي معجونا بثقافة المادة والآلة والزمن الفرسي جاك بريفر صنع عطرا ورديا للحب ولوركام ملأ الأندلس بقصائد زيتونية والألماني كان يريد أن يبني سورا عظيما حول العالم ولكنه فعل العكس هدم سوره الألماني بين بون وبرلين لا شرقية ولا غربية انتبه عربيا ثم تسور صغير ينمو طوبة طوبة في حلب والبناءون روس وإيرانيون وشيء من العمال العرب اعتذر على هذا القطع أو على هذه الجبلة الاعتراضية الحلالية أو الروسية ولنعود إلى ألمانيا عندما تمر بالقرب منك سيارة مرسيدس تمر ألمانيا في الوقت نفسه وعندما تمر ألمانيا تمر الفلسفة والموسيقى كبار فلسفة العالم ألمان وكذلك كبار الموسيقيين شعب يحب الألوان والرقصة هو الآخر ولكن على طريقته الخاصة شخصية عالمية مستقلة لا تحب الأسوار رحل أحد آخر رجالات الحرب الباردة الثائر فيديل كاسترو لم يكن الرحيل مفاجئا فقد ترك السلطة قبل ثمانية أعوام حين نقلها لأخيه رؤول كاسترو بعد أن أنهكه المرض وتوارى عن الأنظار جولتنا المصورة توثق جوانب من حياة كاسترو وقد وردت في صحيفة الشرق الأوسط نتابع الصور اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع مجموعة من رسوم الكاركاتور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر